إشارات للسلام تلوح من خلف غبار التصعيد العسكري في اليمن بعد فتح باب المحادثات بين التحالف العربي بقيادة السعودية وميليشيا الحوثي الموالية لإيران في الآوينة الأخيرة لوقف واحدة من أطول الحروب في المنطقة شروط لإنهاء الحرب باهظة الكلفة بشريا وماديا بهدف إحلال السلام يعمل طرفات صراع في اليمن على تثبيتها بحسب مصادر مطلعة كشفت عن تركيز المحادثات على مسألة رفع الحصار عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء المسيطر عليه من قبل ميليشيا الحوثي وتعهد الأخيرة بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة مقابل وقف غارات التحالف على مواقع الميليشيات ورغم تعهد زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي لوفد عماني زار صنعاء الشهر الجاري بخوض مناقشات جادة لوقف إطلاق النار إلا أن الميليشيات لم توقف هجماتها على مدينة مأرب ولا على الأراضي السعودية المحاذية لليمن ما يعكس وفق مقتصين نية الحوثي عرقلة الجهود الدولية لإحلال السلام في البلاد لسيما بعد إعلانهم عدم إحراز تقدم في الجهود الأممية الرامية لوقف الحرب في البلاد وتأتي هذه التطورات متزامنة مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش إدراج الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال لكن ذلك لن يؤثر بحسب مصادر دبلوماسية على جهود الأمم المتحدة وواشنطن والدول الإقليمية الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع اتفاق من شأنه إذا ما تم أن ينهي أكثر جوانب الحرب عنفا والمتمثلة في الضربات الجوية للتحالف على اليمن وهجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والمعارك في مأرب الغنية بالغاز شمالي البلاد كما سيمهد الاتفاق المقبل الطريقة لمفاوضات سياسية بشأن تشكيل حكومة انتقالية